لوح محفوظ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يتجدد اللقاء بكم أحبتي وحلقة جديدة من برنامج لوح محفوظ كنا قد تحدثنا في حلقة السابقة عن رحلة سيدنا موسى للوصول إلى مجمع البحرين للقاء الرجل الصالح ولكن قبل أن نستمر في سرط هذا الكشف لسيدنا موسى لا بد أن نتساءل من هو هذا العبد الصالح الذي أراد سيدنا موسى عليه السلام أن يمضي في سفر طويل للقائه وهل كان حقيقة أعلم من سيدنا موسى عليه السلام الحقيقة أن المفسرين اختلفوا في تحديد هوية هذا العبد فبعضهم يقول أنه نبي وهو الخضر عليه السلام والبعض الآخر يؤكد أنه رجل صالح آتاه الله علم بعض المسائل التي لم يطلع عليها سيدنا موسى وهنا لابد من وقفه وقف التفكر في هذا الأمر فإذا كان عبدا صالحا فحسب وليس نبيا فكيف يأخذ سيدنا موسى العلم عنه إذن لابد أن يكون في نفس مرتبة النبي لا أدنى منها والمناحض في القصة أن هذا العبد كان يفعل ما يفعل بناء على وحي إلهي فكيف يكون لعبد صالح كل هذا الوحي ولا يكون نبيا إذن من المؤكد أنه كان نبيا طيب إذا كان نبيا هل كان على سيدنا موسى أن يذهب إلى نبي آخر لكي يتعلم منه ولماذا لا يعلمه الله سبحانه وتعالى تلك المعارف مباشرة كما علمه غيرها الكثير طيب وإذا كان عمل النبي أن يبلغ قومه رسالة الله سبحانه فهل يعقل أن يسافر النبي سفرا بعيدا لأي سبب ويترك قومه لفترة طويلة يوضح حضرة ميرزة بشير الدين محمود في التفسير الكبير أن هذا السفر لسيدنا موسى ما هو إلا كشف أراه الله إياه وهذا كشف يحوي على رموز وإشارات لا يمكن أن تأخذ على حقيقتها ولا بد من تأويلها فلا يمكن أن يتعلم نبي ممن هو أقل منه مرتبة وعلما وبناء عليه فإن ذلك الرجل الذي تعلم منه سيدنا موسى لابد أن يكون أكثر علما ومرتمة منه وفي نفس الوقت نجد أن سيدنا موسى علم من الله أن هناك نبي عظيم سيبعث بعده حيث تذكر التوراة أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في ثمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به فأراد سيدنا موسى أن يرى هذا المبعوث العظيم الذي سيأتي في المستقبل فأراد الله سبحانه في الكشف ذلك العبد الصالح الذي هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث أراد الله سبحانه بهذا الكشف أن يري سيدنا موسى عليه السلام سموة مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن حقيقة لم يكن الخضر في الكشف إلا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهناك ملاحظة مهمة قد يكون الخضر نبيا ولكن في سياق هذه القصة يبدو أن المقصود هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولابد من التنبيه هنا على أمر آخر أن الخضر حتى لو كان نبيا فلا يجوز القول أنه خالد لا يموت فالكل يأتي عليه الموت إذ قد توفي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء أحبتي لا زالت رحلتنا لم تنتهي وقصة سيدنا موسى مع الرجل الصالح لم تنتهي هناك الكثير من المعارف في هذا الكشف تحتاج إلى كشف في الحلقة القادمة سنتحدث عن الفتى الذي صاحب سيدنا موسى ومجمع البحرين والحوت وإلى لقاء قادم لكم منا أطيب الأمنيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لوح محفوظ